وضعت الحكومة الجديدة في صدارة أولوياتها مسألة التواصل السياسي لتحقيق إنسيابية في العلاقة بين السلطة التنفيذية والنخب السياسية والشعبية وصولاً للمواطن العادي وعلنت الحكومة في أول أيامها أنها ستعقد مؤتمراً أسبوعياً من أجل التواصل مع الرأي العام نحو مستهدفات ديناميكية تتناسب كل منهما مع كل مرحلة بما تشهده من متغيرات وتحديات وضعت مصر إطار عمل واضح لحكومة جديدة يعول عليها المصريون كثيراً في مواصلة تطوير الأجهزة التنفيذية للدولة في طريقها إلى الجمهورية الجديدة الحكومة الجديدة اتسمت بإرادة سياسية مدفوعة بتوجيهات رئاسية لتؤكد على لسان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن خطتها ستستند على أسس استراتيجية في صدارتها تطوير البنية السياسية بما يشمله من تعزيز الاتصال السياسي مع الأحزاب ضمن آلية الحوار الوطنية كجزء من فلسفة اختيار مسمى وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية المحددات الرئيسية والتوجهات والأهداف اللي وضحها فخامة رئيس الحكومة أول شيء طبعاً الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضركم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضاً الثقافة بيشغل أهم التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير أكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل ما بين الحكومة والآلية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضحها في خلال المرحلة القادمة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم ولضمان تعزيز الاتصال السياسي تعتزم الدولة التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين والشفافية في عرض التحديات التي تواجهها مع الاستباقية في تعريف المواطنين بحجم التحديات والإعلان عن احتمالية وقوع أي أزمات وعدم الانتظار لحين وقوعها بناء على ما يتم رصده ومتابعة لمقتلف الملفات وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء اعتزام الحكومة عقد مؤتمر صحفي ثابت أسبوعيا عاقب اجتماع مجلس الوزراء لبحث ومناقشة مختلف قضايا وشواغل الدولة والرأي العام لتكون مثل هذه المؤتمرات بما ثابت منبرا من منابر تعريف المواطنين بأهم القضايا والمستجدات بالإضافة لمؤتمرات صحفية يدعى إليها كبار المفكرين والإعلاميين لمناقشة وطرح القضايا التي تشغل الرأي العام ومعرف التوجه الدولة بخصوصها لنقله للرأي العام بما يمنع أي تمساع مشبوهة لترويج الشائعات أو المعلومات المغلوطة